صاحبتي القروب قالتلي حط الرمانة على النار وعينك ما تشوف الا النور عمري في حياتي ما كنت تتخيل ابدا ان برمانة واحدة بمجرد ما دفع على النار تعمل معي الكميات الكبيرة دي ده انا اكلتهم واكلت الجران كمان تعالي اقولك على طريقتي ولو عجبتك ما تبخليش علي باللايك كل اللي محتاجين في الفيديو ده هي رمانة واحدة مش هستخدم لا كيلو ولا اتنين انا هستخدم رمانة واحدة وتعالي هتشوف معي العجب في الفيديو ده زي ما انت شايفة من رمانة واحدة هنعمل حاجة حلوة جدا جدا البيت كله والجران كله هيشكرك عليها يلا بينا نبدأ كده ونسمي باسم الله ونفتح الرمانة بالمنظر ده وبدأ افتحيها كده وبحاجة كده تقيلة بدأ ادققية هتتفصص معيك بسرعة جدا بسرعة يعني مش هتاخد معيك وقت خالص وزي ما انتو شايفين انتفصصت معيها كده بالمنظر ده وهنبدأ كده نبدأ في وصفتنا ونسمي باسم الله ونصلي على الرسول السكر ونركنهم كده يا حلوين على جنب معلقة حلوة كده كبيرة واركنيهم على جنب تمام هكيب حلة كده حلوة معي بالتناس وانزل بكبايتين من اللبن وكباية من الميا يعني هحط كبايتين من اللبن وكباية واحدة بس من الميا وهنزل هنا بالسكر بتاعي حطي 3 معلق 4 معلق سكر زي ما انتو عايزة تحلي الحاجة بتاعتك حسب التحليق بتاعتك هنا معي 3 معلق من النشا وهبدأ ان انا اربا ربا 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 ربي كده يا حلوة يا امر انتو هنقلب كويس جدا الاول على البرد بعدين نرفع على النار زي ما احنا شايفين لغاية لما تتقل كده معنا وبعد كده هنبدأ نصبها في كسات في اكواب زي ما انت عايزة انا صبتهم في اكواب كده صغيرة عشان يبقى الشكل في الاخر ايه روعة هيجبك جدا حطيلي لايك لو وصلت معي لغاية انا وقوليلي بتابعيني من اي بلد عشان ده بيسعيدني جدا لما اعرف متابعيني من اي بلد زي ما انتو شايفين عملت الكمية اللي انتو شايفينها دي وبعد كده هجيب ط طبعا الرمان بقى اللي انتو فاكرين ان احنا حطناه على جنبه ونسناه لا ابدا ما نسناهوش ولا حاجة هنحطوه في الخلاط وهنضربو كده بدون مية وبدون اي حاجة بمعلقة السكر بس وبعد كده هضربهم كويس جدا انا عامهم كويس جدا على الهادي كده خلاص هجيب مصفة طبعا حلوة كده زيك وابدا ان انا صفي الرمان بتاعي زي ما احنا شايفين كده واحدة واحدة كده انا عايزة ايه الحاجات التقيلة دي تطلع ايه من الرمان عايزة بس الرمان خام زي ما احنا شايفين علشان هنعمل حاجة ايه عظمة جميلة جدا ومفيدة جدا ومن الرمان لو ولادك عندهم انمنيع ومش بيأكلوا الرمان لو عملت لهم الطريقة دي تأكد انهم ما هيكلوه هنا طبعا كان الرمان عامل معي اول كوباية وتاني كوباية كانت نص كوباية كملتها مية عشان يبقوا كوبايتين نزلي بقى بتلات معلق من السكر وبردو تلات معلق من النشا خلاص وهنرفعهم برضو على النار بس ربي الاول كده على البارد اهم حاجة قلب كويس جدا على البارد وبعد كده رفع اول ما بدأ يتقل معي كده عندي لون طعام صحي طبعا خطي نقطتين بس علشان الشكل كده يبقى حلو زي الجيلي علشان نغدع الولاد ما يعرفش ان هو رمان بصو هيبقى لونه احمر كده زي الجيلي بالزبط هنبدأ ننزل بقى على الاكواب بتاعتنا او الكاسات اي حاجة انت عاملة فيها وبصي بقى الطعم يعني حاجة كده روعة في نفس الوقت بصي هيكلو حاجة فيها لبن وحاجة فيها حديد ورمان وحاجة كده يعني حاجات طبعية انت مع ماتيش اي حاجة غير وصفة جميلة وطبعية وشكلها حلو يفتح النفس زي ما انتم شايفين كده بجد حلوة جدا اعملولي لايك بقى لو عجبكم الفيديو حطي طبعا في التلاجة زي ما انتم شايفة كده بصي الجمال امر 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 يا امر حطي لايك بقى